شكرا لك يا أبو كباتل نحن عاكملنا على بعض وعلى الناس بما يكفي تعانق في الملف ده ولو مؤقتا وندخل بقى على الكأس الرابطة أول نسخة من كأس الرابطة بكرة إن شاء الله النادي الأهلي زي ما أنت عارف عنده ماتش مع الجونة شايف البطولة دي أصلا استحدثت مؤخرا دي مفيدة إلى أي درجة وتوقعاتك للنادي الأهلي حيحقق فيها إيه إن شاء الله طبعا هي مفيدة الأندية ومضرة الأندية تانية بمعنى مضرة الأندية في المؤخرة الأندية التي كانت تعاني في الجزء الأول أو التمن أو التسع أسابيع في البطولة زي أسرن كامباني الإسماعيلي الجيش المقاولين المقصة كان فيها أنديها تعاني فيها أنديها تطمع لتستغل الفترة التوقف الكبيرة دي أنها تجهز نفسها وتقاهل نفسها بشكل كويس جدا وتعمل تدامات فالبطولة هي بطولة أكيد المطشط أنت كنت هتحتاج كفرق دي كلها كنت هتحتاج مطشط ودية هتقدر بيها تجهز نفسها للفترة ما بعد كاس أفريقيا فأنت تعملت لك مطشط بس بصيغة رسمية تعملت لك مطشط بشكل رسمي بشكل تنافسي جيد جدا لكن هو ممكن تأثر عليه هو لكن بالنسبة للنادي الأهلي أعتقد أنه هيستفيد بأنها بشكل كبير جدا لأن أنت هتجهز لعيبة أنت عندك عناصر التمن عناصر مع المنتخبات بتاعتها فأنت هتوجد مكانهم تمن بدائل فالتمن بدائل دي أعتقد تجهيزهم في مباريات رسمية وقوية بالشكل ده خير تجهيز حيث خير تجهيز طبعا لأن أنت مش ماتش ودي هو بطولة رسمية فالاحتكاك هيبقى قوي اللعيبة تركيزها هيبقى أعلى وكل واحد عايز يزبط نفسه كل واحد عايز يزبط أحقيتي بالتواجد في النالي الأهلي أحقيتي بالتواجد في التشكيل الأساسية لأ فرصة جاية لهم على طبق من دهب برضو في اللعيبة الدولين كلهم كل واحد طائف لما تمن عناصر أساسية غايبين عنك وبدر بنون طبعا ربنا نيش فيه والإصابات اللي موجودة بالكورونا طبعا ربنا نيش فيه فأعتقد هي فرصة كويسة جدا لأن انت تعمل مش صف تاني بقى تعمل فرقة تانية تقدر تنافس لأن انت هيبقى عندك ضغط كبير جدا كسعالة الأندية وطولة أفريقيا ودوري ويبقى فيه ضغط كبير جدا ويبقى فيه ضغط كبير جدا عشان تقدر تعمل الروتيشن بشكل كويس جدا بعد العودة طب انت شايف عموما بعيدا عن النادي الأهلي بشكل عام شايف مسابقة الدوري هيبقى شكلها عامل ازاي بعد ما تولت الرابطة لمسؤولية إدارتها الرابطة لحد الوقت خلينا نتكلم اللي هي عاملة شغلة كويس جدا فيه مواعيد منتظمة فيه تصوير مختلف فيه جودة مختلفة فيه شغل معمول طبعا احنا نتكلم في شهرين ثلاثة الرابطة متواجدة أحداثة بطولة جديدة الرابطة عايزة شغل الرابطة محتاجة مسندة الرابطة لسه محتاجة وقت طبعا لكن كبداية أعتقد بداية موفقة جدا 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 وشايفين شغلهم على الأرض الواقع فأتمنى الاستمرارية أتمنى الدعم من الناس أتمنى يكون في تعاون مشترك بقى ما بينهم من فترة الجاية وما بين اتحاد الكرة الجديد لأن ما ينفعش كل واحد يشتغل في اتجاه لازم يكون في تعاون ما بين الرابطة والتحاد الكرة عشان نقدر نخدم الكرة المصرية ونخدم الدورة المصرية ونطلعها بشكل أفضل لكن ما ينفعش أنا كالتحاد الكرة أفكر في اتجاه والرابطة أتفكر في اتجاه